الخطر الحقيقي اللي بيمر ببلدنا وبالمنطقة اللي احنا موجودين فيها خطر واحد فقط هو تفجير الدول من الداخل خنجر في ظهر الوطن انها شائعة التي يتم تدولها بين الحين والاخر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي يروبها اعضاء الوطن بهدف زعزعة امن واستقرار البلاد شائعة لا يصدقها اذا ضعف النفوس فرئيس عبدالفتاح سيسي اكد منذ ايام على ان مصر واجهت 21 الف شائعة خلال الثلاثة اشهر الماضية شائعة من بينها شط بمئتي الف اسرة من المعاشات واضافة مادة للخبز للحد من الزيادة السكانية وشائعة انتشار الارز المسرطة والبلاستيك وانتشار البيض الصينية ومئات الشائعة الخاصة بالافعار وفي اطار تصدي لمصادر تلك الشائعات الخبيثة وضع خبراء الام والاعلام العديد من الرشدات للتصدي للشائعات وتوعية المواطن وتصدي للاخبار الكاذبة وعدم التصديق لما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية لمصر واهلها رشدة تشتمل على الات تفعيل محاسبة مروي الشائعات في كل المجالات وليس السياسي فقط فالشائعات الاقتصادية والدينية والاخلاقية والفنية تهيئ المناخ لأي شائعات أخرى فتح آساق الحرية الصحقة والتعبير والبحث العلمي وتخليف حدة الرقابة القبلية من الجهات الرسمية لأنها تفتح أبواب كثيرة للتكهنات والاحتمالات في أي قرار سهولة تنسيب المعلومات وتدولها من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام إعادة نظر في السياسة الإعلامية برمتها التي تثير في وادي والجمهور في وادي آخر ضرورة تقديم تفسيرات للقرارات السياسية حتى لا نترك مجال لمرويج الشائعات لبسي سموم إصلاح منظومة التعليم والأعلام لمواجهة الترد الثقافي للسعادة الشخصية المصرية عمل خطط للتصويق الصحيح للإنجازات التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات لضحر هذه الشائعات توعية الشباب لقيمة الدولة وكيفية الحفاظ عليها فعلى وسائل الإعلام التأكد من مصادر معلوماتها وتوثيقها وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر لها زيادة مراقبة صفحة التواصل الاجتماعي ومكافحة الشائعات فالقانون غلض عقوبة من يقوم بترويج الشائعات أي تكون العقوبة السجن وغرامها لتقلع مئة جنيه ولا تجاوز خمتمائة جنيها إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منبرا لمن لا منبر له وتطن كتائب الشر الإعلامي من خلال حسابتهم الوهمية ببث الأكاذيب والشائعات وتغيير الحقائق لمحاولة تدمير بلادنا وتفجيرها من الداخل